بدا ونلتمس رضا سبحانه جل علا بهنا استعين وعلى هداه نستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا بحضراتكم في دنيا ودين عنوان الحلقة النهاردة كيف تتحكم في فعالاتك إزاي كده لو أنت عصبي تمسك نفسك أنا على المستوى الشخصي على الفيسبوك مثلا ممكن أكون منزل حاجة وجد نظر شخصية ألاقي حد دخل لفهم أي شيء وتلاقي رزع كده كومنت عبارة عن شتي موسب أحيانا بعدي وأحيانا برد الشيء بالطقطة أين بس باب عامل حساب بعد خمس داية أو داية كده همسح باب عايزه بس يشوف الكومنت وانعارف لأنا بعمله دا غلط تمام قبل كده أيضا كان في مسلسل تركي كان النجم بينفعل بطريقة غير عادية فصاحبه قال له بقولك إيه خد نفس عميق وعد دايما من واحد العشرين دايما خلافات زوجية بينه وبين مراته ونتيجة انفعالاته أنه عصبي جدا جدا فكل ما يحصل حاجة بدأ إيه ياخد نفس ويعد في سره كده واحد اتنين لدرجة ما أنا بتفرج بتحك عن اللي بيحصل يعني ففي ناس كتير عندهم بعض الحلول للانفعالات وإنك تكون عصبي بزيادة في بعض الموقف دا ممكن يخصرك بيتك ويخصرك شغلك ويخصرك حياتك ويخصرك حاجات كتيرة جدا جدا أنا قلت أنا بعمل إيه وقلت بعض المسلسلات أو كدراما الحلول بتكون إيه لكن إحنا عايزين نعرف سدن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه في الحل إزا النهاردة لو أنا منفعل أو متنرفز أو عصبي أو موقف يدايقني وأنا ليه الحق إزا يكون هذه أكيد هنعرف من شيخنا الفاضل والجليل الشيخ وليد العويسي من علماء الأظهر الشريف أهلا بك يا مولانا أهلا وسهلا دكتور أهلا بك بفضل مولانا وحشتين والله الله يكرمك ويحفظك يا رب الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيد ولد آدم على الله ولا فخر اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب سيدنا أبي الدرداء رضي الله ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ولا تكثر علي مكترش علي فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب وفي رواية أخرى لا تغضب لا تغضب لا تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب للكلوب عليه الصلاة والسلام يصف الدواء للمريض واحد يقول له يا رسول الله دلنا على عمل يقوله اتقل لا دلنا على عمل يدخل الجنة يقوله الصلاة لوقتها سرور تدخلها على مسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعدم الغضب لأن الغضبان يقول ما لا يعلم وإذا قال أثم على قوله ولا يندم على هذا الإثم سدن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة يقول لهم إيه ما تعدون السرعة فيكم القوي فيكم القوي فيكم تمام قالوا يا رسول الله من لا يسرعه الرجال أندر تيكر بقى وجبت على المسرعة دولة فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما القوي من يملك نفسه ساعة الغضب الله الغضب يا دكتور محمد له تلت درجات تفريط إفراط اعتدال تفريط إفراط اعتدال طب نوضح كل نوع بقى التفريط هو الإنسان النازل لا يغضب أبدا أيوة بارد تمام ما عملت له لا يغضب أبدا ده كويس محمود ولا مزموم النوع ده لا سدن الإمام الشفح قال إيه أيوة قال من استغضب ولم يغضب فهو كالحمار لا 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 من استغضب ولم يغضب فهو كالحمار التاني الإفراط اللي هو منفعل دائما كلما حد يكلمت له منفعل في كلامه منفعل في تصرفاته منفعل حتى في قراراته ده يخسر أهله يخسر دينه يخسر حتى وظيفته يخسر حتى الأصدقاء جميل النوع الأول وكأنه ما عندهش غيرة أبد ده اللي أنا فهمته يعني تمام جلده تخين تمام اللي هو ممكن يتحطش ولا الهوى فعلا الديوث الذي لا يغار على أهل بيك تمام النوع التاني حالاك بتقول اللي هو دايما كثير الإنفعالات هنتكلم وركز على النوع بقى التاني ده تحديدا لكننا سأزنك وناخد معنا أمم محمد السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته يأعلن بيك يا أمم محمد تفضلي لو سمعت يا سيدنا الشيخ أنا دلوقتي أخويا أعتبر منصوب عليهم أبوكي؟ مراته أخويا أخوكي مراته وهو مجاز بنت عمه تمام دلوقتي يأذوبك ما عاش معه ما يتملش شخص وعشان أمها هي اللي خربت عليهم دلوقتي رفع عليها أضييف عايزة الحاجات اللي في القيمة كلها إيه الحكم يعني أخوكي متجوز بنت عمك؟ طب يعني هي بنت عمك يا أمم محمد وبنت عم أخوكي وكلهم علف بعض نود شيوخ ونود ناس والكلام ده وما فيش فائدة عايزة تطلق عايزة تطلق طب الكلام ده هنخليه لحد ما يعرفش حد تمام وهنقول عاملة زي البطيخة الجوازة وطلعت قرعة بعد المفروض ما كانت هتبقى حلوة وحامرة يعني لكن أنت أولاد عمي يعني عارفين بعض من مئة سنة يعني الجدود عارفين بعض وعارفين إن بنت عمي دي طيبة يعني صعبة شوية أخويا صعبة فعارفين بعض ليه بعد شهر من الجواز نوصل للمرحلة دي كنا فين من الكلام ده في البداية هي أمامتها اللي خربت عليها كل ده هي أمامها اللي خربت عليها لا 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 الله طيب وفيد الوالد الوالد أبوهن الوالد لا بنت هتطلق بنت هتطلق نشيع ناس طب نفضها سلمي كل واحد ياخد حكته ونقرب بالمعروس وإحنا وكذا ما فيش فايدة وقد ده بقى الأيمة للمحكمة ودلوقتي هيضطر أن أخوها يخسر كل حاجة حاضر يا أم محمد حاضر يا أم محمد ربنا يحفظكم ويهدي سركم دايما بقول جواز القريب اللي يقول لك جواز القريب مصايب أحيانا بيبقى كده أحيانا وأحيانا لما بيكون الناس ولاد ناس بيبقى حلوة جدا جدا ليه مصايب علشان لما بتحصل مشكلة بين الزوج والزوجة العم ده بيشوفها كبيرة قوي أو الخال بيشوفها كبيرة قوي أو العم الاتنين الإخوات لو ولادهم متجوزين بعض ولاد عم يعني المشكلة بتكبر سلة الرحم أحيانا بيتفاركش علشان كده بنقول الجواز القريب تركز فيه جدا لما تيجي تركز لما تيجي تفكر الجواز علشان المشكلة ما تبقاش مشكلة صغرة بتكبر دايما باستمرار وفي ناس والله ولاد أصلي جدا جدا يعني أنا ربنا يحفظها مراطي بنت عمي يعني فلما تيجي تقول لك مفيش أفضل من كده لكن هي حالات وكل واحد سبحان الله الجواز دي يعني يا مولانا وربك سبحانه وتعالى قال وعشرهن بالمعروف أيوه فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعلوا الله فيه خيرا كثيرا أنا يمكن التون كان عالي شوية في المكالمة علشان هم ولاد عم بعد شهر يا مولانا يعني الكلام ده نقول بعد سنة بعد سنتين بعد شهر طب إحنا لو دورنا عن الأسباب هل الأسباب قوية لدرجة أن أنت تفركش الجوازة بعد أسبوع أو بعد شهر أيوه طب هل أنت ما فكرتش بقى قبل كده أن ده ابن عمك وفيه سلة رحم هتقطع وفيه مشاكل وفيه وجهة دماء طب دلوقتي الطلاق ده هيحللك إيه هل في المخة مثلا حد تاني أو كذا أو كذا هو الانفعالات هنا بقى مولانا طب الانفعال وهتلاقي الأب اللي هو الحامة في اللحظة ريات سواء هنا أو هنا صحيح هتلاقيه واخد الموضوع على سدره بزيادة مستحيلة هيقولك يلا ابن أخو يلا نعدي ونهد في بعض الناس نعرف جزر المشكلة إيه هذه المشكلة عويصة إن كانت عويصة فربك سبحانه وتعالى اداني الحل فإمساكن بمعروف أو تسريحهم بإحسان كل واحد ياخد حكته بميورد الله تبارك وتعالى لأن الزواج ما هوش سف على رقابتك ده ربنا سبحانه وتعالى حلله بالمعروف طب ما فيش معروف إمساكن بمعروف أو تسريحهم بإحسان على مهم لو المشكلة عويصة ممكن ياخد رقم الشيخ وليد العويسي تحت أمرهم الله ممكن يعني يدخل في الموضوع ولعله وعسى والله ربنا يديهم ويصلح حالهم يا رب معنا أستاذ هاجر السلام عليكم يا أهلا بيك يا أستاذ هاجر تفضلي الله يخليك تفضلي يا خاني كنت أسأل فضيلة الشيخ وليد سؤالينج تحت أمرك تفضلي زيك فضيلة الشيخ إحنا أنا طبعا أنا في الثانوي وبناخد دروس وكده يعني فكلنا بنتكلم في حتة اللي هو إيه وإحنا في الامتحان طبعا أنا في ثالثة الثانوي ربنا يا رب يوفاك إن شاء الله يا رب يعني المدرسين بيتكلموا على حتة إنه هو إيه لو خلصنا مثلا الامتحان وفيه كم نقطة مثلا إيه مش متأكدين منها تمام وعايزين مثلا يعني إحنا يعني لو هنتأكد منها نصلا نحدث مننا أو حاجة يعني ممكن نعمل كده ونتأكد منهم أو نشوف إحنا هل إيجابيتنا زي بعض ولا لا تمام نراجع مع بعض طيب لا بس يعني في كذا نقطة بس اللي إحنا مش متأكدين منها تمام ده السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني كنت قبل الفجر كنت بصلي رقعتين يعني قبل الفجر كانت يعني ما كانش يعني كل بقى نايم وكده فأنا و أنا بصلي يعني يعني كنت خايفة وكده فحثني في حد وراي أو حد جاي وراي فلتفدت مرتين و أنا بصلي فده يعني أكمل ولا يعني ولا كده أنا خربت برا للصلاة حاضر يا هاجر حاضر شكرا جزيلا وربنا يعينك ويقويك يا رب سؤال مهم جدا وأنا واحد من الناس لو خلصت الورقة وحاجة مش متأكد واللي جنبي في الامتحان يعني متاح اللي أنا أتأكد أو يقول لي كلمة صراحة بتكلم وبقوله يعني ليه أحيانا أنا بقول يعني الحاجة دي هتحافظها على نجاحي لكن هي مش هتخليني زويل ولا حاجة يعني فالموضوع بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنا كنت بوررها النفس بشكل ده يعني ما فيهاش حرمانية يعني دي مش هتأثر في حاجة يعني فضل أمو لنا الدكتورنا إحنا بنغلفها ونعملها بأسلوب دمضي وحيل وكلام منه لكن الغش هو الغش طب دلوقتي فيه واحد مذاكر 100% ومتأكد من معلومته 100% وعايز تفوق ويجيب طبه ويبقى 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 هتخلي المجهود ما بينه ما بين التاني متساوي طيب الموضوع ده بقى بزرميد بقى اي حاجة في اي حاجة لان ده مجهود ده تعب ده عرق سنة بحالها وبيروح دروس هنا ويروح دروس هنا ويروح هنا فهم فعشي هذا غش في الاول وفي الاخر غش ده ربنا سبحانه وتعالى ممكن بعد كده لو انت تجنبت هذا الامر يبارك لك في كلين انت فيها تبقى تفوقي وتبقى معيدة وتبقى دكتورة وتبقى وتبقى بس ده بمجهودك بيش بمجهود شخص آخر الغش قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من من جش نغلفه ونزوقه ونحط له مش عارفه انا معاك مولا نستأذنك وناخد معنا ام مكة السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله حضالي ام مكة لو سبعت انا عايز اكلم الشيخ ممكن حضالي عفان بس لو سبعت انا كنت حامل وانا درت مدرك كثير جوي ان ربنا يكرمه بولد وطبعا جد بيه طبعا نبستش الندر ولا ندر من انا انظرت تمام جيت رفح بلتي تاني وانظرت برضه حاجات تانية ان ربنا يكرمني بولد تمام راح جيه ولد طبعا الظروف دلوقتي غيري الاول اذا انا اطلع اي ندر ايه الحل ايه اعمل حاضر يا ام مكة حاضر شكرا جزيلا اتفضل يا مولانا قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من نظر ان يطيع الله فليطعه تمام ومن نظر ان يعصيه فلا يعصيه طب انا دلوقتي عملت على نفسي نذر وما قدرتش النذر مش في ساعتها ممكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيكي فأدي هذا النذر الله سبحانه وتعالى يعني كإني بشترت على ربنا بس هو متعلق في الابتك كإني بشترت على ربنا يعني هو لي مش مش شرط ولا حاجة هو مش شرط مش شرط لو يعني لو ادتني هعمل لا لا ما دخلاش بالمعنى ايه انا بتوسل في ربنا سبحانه وتعالى وسنة حسنة يا رب انا بستعطفك يا رب انا يعني عايز حاجة انا مش قادر عليها او حاجة في علم الغيب لو ادتها لي هعمل كذا لك ان هو مش ان انت بتؤمر ربنا سبحانه وتعالى او بتشترت لا فاذا جيه معاها مال علشان هذا النازل فلتفعاله ما فيش معاها فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك جميلة مولا استاذ هجر كان لا سؤال عن الصلاة هنسأله لك نستازنك ونستازن المشاهدين المحترمين معنا تقرير عن مسجد الرحمن اللي موجود في قارة الحنجيري مركز دي كيرنس ومحافظة الدالية هنشوف المسجد وصل ليه ونرجع نكمل معكم في دنيا ودين بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين من هنا من مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري بمركز دي كيرنس محافظة الدقهلية جئنا على أرض الواقع لنرى هذا الصرح العظيم ما يربو عن سبعمائة متر بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن كان مسجدا صغيرا لا يكفي بضعة عشرات من الرجال ما شاء الله تبارك الله المسجد الآن أصبح يسع الآلاف بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذه الجهود المباركة والحفيثة لهذه المؤسسة المحترمة المؤسسة التي منى الله على هذه المؤسسة برجال يحبون الخير ويسعون إلى كل باب من أبواب الفضل وخاصة إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى هي مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تيجي هنا وتشوف هذا المكان المسجد الوحيل في هذه العزبة وأنا باحترم جدا جدا التفاصيل علشان أعيش السادة المشاهدين الكرام في تفاصيل هذه الأماكن وهذه البيوت المباركة زي ما حضرتك شايف كده المسجد الآن واقف على صبت الخرصانة اللي هي السقف بفضل الله تبارك وتعالى لسه قدامنا القبة ولسه قدامنا المئذنة لسه قدامنا مشوار طويل لكن خلينا ناخد خطوة خطوة الخطوة الحالية نحتاج إلى خمستاشر طن حديد فورا ياريت النهار ده أبر بكرة ياريت ألاقي دلوقتي خمستاشر متصل كل متصل يقول أنا متبرع بطن حديد الأرقام على الحديد لا يمنعك إلا أن تراودك نفسك عن الحق وعن الخير وتمنعك من المعروف الإنسان إذا نوى الصدقة فتح له الشيطان سبعين بابا اعلم أن الله تبارك وتعالى ما دام قد أذن لك تسمعني الآن وأن تشاهدني الآن وأن تنظر بقلبك لا بعينك وتسمع بقلبك لا بأذنك أن تراني الآن في هذا الموقع موقع بناء مسجد الرحمن بعزبة الحنجيني في محافظة الدقهلية إذن فأنت مسعود بفضل الله تبارك وتعالى بل أقول أنت موفق وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله محتاجين دلوقتي حالا خمستاشر متصل يتصل بالأرقام اللي على الشاشة يقول أنا متكفل بطن حديد أو بالخمستاشر طن حديد علشان نقدر نكمل إن شاء الله صبت السقف وبعدين ندخل في مرحلة القبة ثم المئذنة ثم يعني ما يليه بعد ذلك من إنجازات إن شاء الله تخيل بقى 700 متر دول حصل إيه عشان يتم بنائهم تخيل كل متر كام واحد من أهل الفضل والبر والمعروف ساهم فيهم كام واحد ساب القاهرة واللي ساب الصعيد واللي ساب وجه إبلي واللي ساب بحري وجه بنفسه هنا في مسجد وعلى فكرة المسجد على الطريق يعني حضرتك تقدر تاخد عربيتك وتقدر تيجي بنفسك وتشوف بنفسك على أرض الواقع تشوف المسجد محتاج إيه يا سلام لو حضرتك جيت وقلت والله أنا متكفل بكل الدهانات بكل الأخشاب اللي موجودة في المسجد بكل السباكة بكل الإنارة هو ده اللي احنا طلبينه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع تحدث بعد هذه الآية فقال رجال لا تلهي امتجارة ولا بيع إذن الذين يقومون ببناء هذه المساجد ويقومون برفع قواعدها كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يفعل ذلك إلا بتوفيق الله لأن الله يحبهم لأن الله أحب منهم الخير لما كان واحد من الصالحين يلاقي نفسه كده عنده كسل مش عارف يقوم يصلي ركعتين قيام ليل ولا عارف يتصدق كان يصرخ ويبكي ويقول أخاف أن يكون الله كاره صلاتي فأقعدني عنها أن يكون الله سبحانه وتعالى كره صدقتي فأقعدني عنها فالقضية قضية ماذا ادخرت لنفسك عند الله سبحانه وتعالى ماذا أبقيت لنفسك عند الله سبحانه وتعالى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لديما نقول وذكر الناس به سيدنا النبي قالها واضحة وصريحة أنت لا تملك عند الله تعالى إلا ما قدمت لله في حياتك قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا قال فما أنفقت لله في بيت الله قال فما أنفقت لله فهو مالك وما تركت فهو مال ورثتك ودائما وأبدا تذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطعا انقطعا انفصل عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له الثلاثة هنا بركاتهم هنا رحمات الله هنا بركاته هنا مكان منير بنور الله تبارك وتعالى بيت من بيوت الله يستغيث بكم نريد أن نتمم هذا البناء على خير إن شاء الله محتاجين دلوقتي اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة أزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم بادر وسارع واحجز مقعدك في الجنة تقبل الله مننا وكم صالح الأعمال أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين اتفرجنا على تقارير لمسجد الرحمن يوم السبت اللي فات يعني أول مبارح كنت أنا والشيخ عيد إسماعيل ربنا يحفظه هو حاليا بيعمل عمرة ربنا يا رب يرجعه بالسلامة كده ومعنا الشيخ عبد الأزري وكنا بنصور في مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري في التقارير كنا محتاجين أن السقف يتم صبته وننتهي منه الحمد لله تم الانتهاء عن قول من 80% من مساحة السقف باستثناء اللي هي بنقول صحن المسجد اللي هي الأوبة بتكون مفرغة وبنلاقي الأوبة كبيرة كده تمام دي حاليا هم شغالين فيها فأهل الخير لو حد عايز يساهم في حاجة زي كده بحيث نكون انتهينا من أكتر شيء بيبقى يعني تقيل علشان طن الحديد غالي اللي هو السقف هنبقى كده انتهينا الحمد لله من جزء كبير من مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري لو أي حد عايز يساهم نارضة من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز قبل الفاصل كان معانا سؤال من الأستاذة هاجر بتقول وأنا بصلي حست ان في حد ورها فالتفتت مرتين كده يعني فهل ده يبطل الصلاة ولا ممكن تكمل صلاتها أكيد الشيخ وليدي العويسي هيجاوب عليه فضل أمو لنا هو الالتفاتة في حد ذاتها إلا أن تكون مقصودة فالصلاة صحيح ولكن إذا وقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى فما يخافش من أي شيء لأنك مبيد إيد مين إيد الملك فما تخليش الشيطان يؤسوس لك في دماغك إن حد هيئزيك حد هيعملك أي شيء لأنك تقف بين يد مين بين يد الله تبارك الله يمكن السؤال ده طرحته دلوقتي تحديدا في الفقرة التانية علشان في بعض المساجد اللي معانا زي مسجد الفتح اللي هو مغلق هندسيا نتيجة أنه باله أكتر من مئة سنة فممكن أنت بتصلي لا قدر له حاجة توقع عليك انتفى فيه شرط الأمان بالضبط فعلشانك لو حد بيصلي فيه هتلاقيه الآن ومتوتر وحاسس لو أي حركة بسيطة هيفكر ده السقف ويه عليه أو حيطة ولذلك لما تكون بتصلي في مكان آمن بتكون مطمئن في صلاتك يا مولانا بتكون حاسس بالاطمئنان فتلاقيك يعني مركز فيها وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إنه أعد له بيوتا في الأرض ونسبها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تمام بيوت الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مسجد ربنا سبحانه وتعالى هو الأمان هو اللي اطمئنان صحيح مسجد ربنا سبحانه وتعالى وحنا بنتكلم في موضوع الحلقة عن الغضب فوقفنا عن الأمر الثالث ألا وهو الاعتدال الاعتدال في الغضب أي إنسان عادي لما بيغضب يلجأ إلى مين الله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى والأعظم من كده إنه هو يلجأ إلى بيت الله تبارك وتعالى يتوضى ويصلى ركعتل الله سبحانه وتعالى يزول عنه هذا الغضب إيه علاقة بقى الوضوء وأنا منفعل وعصبي في موقف معين ونسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقولك إن الوضوء في اللحظة دي مطلوب الغضب نزغة من نزغات إبليس أو الشيطان الشيطان خلق من إيه من النار من النار أيوة فإذا كنت وتوضأت ذهب ما كان بك من هذا الشيطان وكأنك بتطفئ النار وكأنك بتطفئ هذه النار وهذه وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالك في علاج الغضب أن أنت لو قاعد تؤف ولو واقف تعب ولو قاعد تتجع لازم تغير هيئة الأعدة نفسها حتى يزول عنك هذا الغضب سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أرضاه قالك أربع إن كنا في ابن آدم عصمه الله من الشيطان وحرم جسده على النار إيه يا سيدنا الأول حاجة من ملك نفسه عنده الرغبة تمام والرهبة والشهوة والغضب الأربعة من ملك نفسه عنده الرغبة عندك رغبة ملحة إنك تنتقل من فلان تمام عندك رغبة ملحة إنك تسرق فلان لو تحكمت في نفسك يزول عنك هذا ويعسمك الله من الشيطان تمام تاني حاجة الشهوة الشهوة شهوة المال تتحكم فيها شهوة النساء أيها لو تحكمت فيها ربنا سبحانه وتعالى يبدلك خيرا من هذا تمام إن الغضب لو تحكمت في غضبك فإنت أقوى الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهبة تمام أنا والله مرهوب هقابل فلان أنا هقابل وزر الثقافة أنا هقابل رئيس الوزراء إيه نهو عبله زي وزيك فلا تخشى إلى الله تبارك وتعالى عند إيه عند الرغبة وعند الرهبة وعند الشهوة وعند الغضب جميل طيب ربنا أكيد بيغضب يا مولانا صحيح تمام وإحنا عرفنا إن الصدقة تطفئ غضب الرب الله تخيل الإنسان اللي أخضب ربنا سبحانه وتعالى بمعصاة المال أيوه وظن في نفسه ألا مغفرة من الله وإن ربنا هيعقب عقاب شديد لا هيبرك له في مال ولا هيبرك له في أولاد ولا في صحة ولا في غير ذلك نجلب له العلاق نقول له إيه تصدق لله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء إن الله يغفر الزنوبة جميعا إنه هو الغفر الرحيم تصدق لله تبارك وتعالى وشوف أثر هذه الصدقة على نفسك أولا وعلى أهلك وعلى مالك وعلى عائلتك وعلى علاقتك بالمجتمع كله فالصدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى جميل مش بس كده ده الصدقة تشفي أمراضا ما يقوسم منها زي الراجل اللي كان مش مرزاك الاسم كان راح يحج أيها فوجد واحدة تأكله من القمامة ما عندها عيال كتير ما عندهاش فلوس ولا عندها أي شيء فخدت فرخة من القمامة ونضفتها وأكلتها العيالة فالراجل شايف المنظر فخد مال الحج كلاته أيها وأعطاه إياه وانعكف في بيته ما راحش يحج ما راحش يحج تمام فالناس اللي كانوا معاه راحوا يهنوه أيها قال لهم ازاي قال لهم ازاي لهم انت كنت معنا في كل مكان رحت معنا وقفت على عرفة وروحت معنا لا إله إله الله فربنا سبحانه وتعالى بدل الحال غير الحال وربنا سبحانه وتعالى هيأ له ملكا يحج مع الناس كأنه موجود بسبب ايه بسبب الصدقة ما يصدقى دكتور محمد أنك آثرت الآخرين على نفسك ما هو الإنسان ما بيعيش النفس فقط ولا بيعيش لأهله الرجل لازم يعيش للمجتمع كلاته صحيح لا بد أن يكونك الشجرة المثمرة ومش الشجرة العقيمة خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس وخير الناس من أدخل سرورا على غيره كشف عنه كربة قضى عنه دينا طرد عنه جوعا وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولا أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ده أنا أعتكف في المسجد هسكر ربنا وهصلي وهعمل كل شيء خير بس الأفضل من ده هو إنك تبصدق على عباد الله طب قدامنا دلوقتي المسجد مهدم أو المسجد عايز يكتمل إنك تكتمل أو تكمل هذا المسجد فده كرم ربنا سبحانه وتعالى عليك اختيار من المولى سبحانه وتعالى لك إذا أحب الله عبدا على السلام أيها قالوا يا رسول الله فيما على السلام قال يهديه للعمل الصالح ثم يكبده عليه طيب جميلة مولانا فيه زنوب كده مولانا عارف لم أقولك إيه لما تيجي في الحسابات أقولك ديناثريات حاجات كده يعني على جنب مش كبيرة يعني بس بيتلاقيك على مدار اليوم تلاقيك وانت سايق واحد مثلا اتغابة فأنت يخربته بالأب وبالأم غصبة عنك إيه واحد تاني مش عارف كذا تلاقيك هو موش موجود معك تمام بس انت شغال لسانك يخد على كل موقف فيه انفعال فالرد بيكون مش حلوه بيكون فيه شتيمة بيكون فيه سب بيكون فيه حاجات كثيرة الحاجات دي كلها بعزين اتكلم فيها ربك سبحانه وتعالى قالها في الآية وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ ايوه وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ لو الانسان كان غضبان وتحكم في نفسه وغفر لهذا الشخص هذا الأمر غفر الله تبارك وتعالى له سيدنا مثلا سيدنا علي وسيدنا علي كان قوى في الحق ايوه كرم الله وجهه ماشي مع الخادم بتاعه فجيه واحد من الشارع وقال الخادم يا ابن فلان فالخادم هم أن ينتكم منه فسيدنا علي يقول له تركه ما تكلموش لو انت فعلت ذلك رادت ربنا سبحانه وتعالى وأغضبت الشيطان وأغضبت مين الشيطان وقال ايه إذا نتقس فيه فلا تلمه فخير من إجابته السكوت تمام سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييته ولقد أمر على السفيه يسبوني فمضيت ثم تكلت لا يعنيني بعض الناس با بياخدوا الأمور دي ايه قولك أنا لو هسكت هيفكر لنا ضعيف لا وبعض الناس بيمشوا خدوهم بالصوت ليغلبوكم فتلاقي الصوت العالي دايما هو الموجود وإن كان دايما دليل على الضعف على ضعف الإنسان أو ضعف موقفه يعني سيدنا يقول ليه بقى ايوه من كذم غيظه وهو قادر على أن يمضيه هو قادر أنه يقطع اللي قدامه ربنا يعمل له ايه يعمل ايه يعمل ايه يجي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويخيره من الحور العين أيهما يشاء يوقف الحور العين قدامه ويقوله اختر اللي انت عايزه ليه يا الله لأنه كذم غيظه في الدنيا ربنا قال ايه والقاذمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جميل وانت بتجزم غيظك مش لفلان ده ابتغاء اللي وجه الله سبحانه وتعالى تمام ربنا سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة ويجمع الخلق جاس كتير 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 فينادي منادة فين اهل الفضل فييجي ناس ودخلين على الجنة بسرعة فالملائكة توقفهم رحيم فيه قالوا احنا رايحنا الجنة انتم ايه قالوا احنا اهل الفضل طب ايه ايه الفضل بتاعكم قالوا كنا اذا ظلمنا صبرنا تمام واذا جهل علينا عفونا قال ادخلوا الجنة الله الله دولباء اهل الفضل لهم العافين عن الناس العافين عن الناس اللي هم مش فيتمخهم الناس ده وفيتمخهم رب الناس سبحانه وتعالى صحيح من قادر اعمل اي شيء اي انسان في الدنيا قادر انه هو يطلع اللي جواه من غضب تمام لكن هل نزرت الى الله سبحانه وتعالى طب دلوقت امراتك عامل فيك اللي ما تعملش ومغضباك ومخلياك ما فيش بعد كده وصبرت عليه ايه ما انت ممكن في لحظة من اللحظات ترمع عليها اي من الطلاقة خربت البيت وشردت الاولاد نقص بقى المحاكم وواجه الدماء صحيح طب انت وشريك والشريك ده رفع صوته عليك فانت رفعت صوتك عليه قال خلاص يعني فوض الشركة دي تمام خربت البيت للاتنين صحيح كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب افدا ستين عائشة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يضرب امرأة ولا صبيا ولا شيخا ولا غير كان يغضب للحق الله فقط واذا غضب ايه لا تكم لغضبته شيء الله عليه الصلاة والسلام استأذنك مولانا بما اننا بنتكلم عن السلام النفسي خلينا نروح لمسجد السلام اللي موجود في قرية السلام مركز دي كيرنس في محافظة الدالية هنشوف المسجد وصل ونرجع نكمل معكم بإذن الله من هنا من مسجدي قرية السلام الكبير بمركز دي كيرنس محافظة الدقاهلية هذا المسجد الذي يخدم ما يزيد عن ستة الاف نسمة ما شاء الله المشهد عظيم جدا على مساحة سبعمائة وخمسين متر ما شاء الله تبارك الله يخدم اهل المنطقة بجوار المسجد مدرستين ما شاء الله تبارك الله يعني كمان الطريق العام يستفيد كل المارة وكل الغادين والرائحين على هذا المكان المبارك إذن أنت أمام كنز من الحسنات أمام قلعة من قلاع الخير وقلاع البر وأمام مؤسسة إسلامية حقيقية تخدم بفضل الله تبارك وتعالى الرجال بمصلى الرجال والنساء بمصلى النساء مستوصف طبي إن شاء الله ومكان لتحفيظ القرآن الكريم دائما وأبدا حينما نتحدث عن المجمع تفهم أن الأمر يحتاج إلى تكاتف كل الجهود لماذا؟ لأننا نقف الآن في مرحلة يعني بسم الله ما شاء الله شوف بس الخرصانات كده اللي موجودة في المسجد شوف الوجهة بتاعت المسجد وجمال الوجهة والشكل المعماري الرائع الذي يعيدك إلى تاريخ الحضارة المعمارية الإسلامية القديمة كل مكان في هذا المسجد ما شاء الله تبارك الله حتى الأعمدة معمولة بشكل يعني فني وهندسي فوق الراع بسم الله ما شاء الله حضراتك لما تشوف المسجد كده في الواجهة والمقدمة والمدخل بتاع المسجد هتلاقي الخشب حتى بسم الله ما شاء الله معمول بشكل فني وهندسي يدرس إذن أنت أمام مسجد غير عادي ومجمع إسلامي غير عادي طبعاً أنا مقدر جداً جداً لما بنبقى في قرية من القرى بيعني يصرفوا كل اللي معاهم وبيتوقفوا في مرحلة من المراحل زي ما احنا شايفين دلوقتي كده العمل الآن يعني أصبح يعني على شفى التوقف لماذا؟ لقلة الموارد المالية ولذلك كانت هذه الاستغاثة وهذا النداء إلى كل أحباب الفضل وكل أهل الخير وكل المسارعين في البر وفي المعروف إنه تعالى حضرتك بنفسك ويشوف المكان العظيم ده الحصالة الرائعة الاستثمار الرائع مع الله سبحانه وتعالى التجارة التي لن تبور يا أيها الذين آمنوا النداء للمؤمنين المؤمن ينتبه الآن هل أدلكم على تجارة؟ كلام عن تجارة؟ آه بس التجارة ترضي الله سبحانه وتعالى تجارة ما فيهاش غش تجارة ما فيهاش خسارة تجارة كلها ربح كلها فضل كلها خير هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يعني فيه تجارة تنجيك من عذاب أليم تعطيك الأمان من النار قال لك أيوا اسمع كده الجواب تؤمنون بالله ورسوله وبعدين آمنت بالله وآمنت برسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله وبعدين يا رب قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الإنسان خلقة الله سبحانه وتعالى وخليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا ربنا لما يقول لك ذلكم خير لكم اعرف إن الخير كل الخير إنك تستمع النداء وتنفذ النداء فورا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لأن الإنسان لما يطلع من جيبه في سبيل الله في بيت من بيوت الله معناه أنه تغلب على الكثير من المعوقات أعظم الصدقات وأوفاها أجرا وأعلاها قدر عند الله سبحانه وتعالى التي تخرج من جيبك وأنت في حاجة إليها وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه يقول لك عن هؤلاء الذين قد يعني اتقوا شحة أنفسهم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شحة نفسه فأولئك هم المفلحون مين قال دلوقتي أنا يا رب من المفلحين إن شاء الله أنا يا رب من الصادقين والمعمرين لبيوت الله يرضيك بيت من بيوت ربنا بهذا الشكل بهذا الشكل الجمالي العظيم الرائع يتوقف العمل فيه عشان محتاجين شوية رمل وشوية حديد وشوية أسمنت وشوية زلط يرضيك أن بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى متوقف عشان بعض الماديات اللي نقدر نساعد بيها إن شاء الله المقاول اللي شغال والعمالة اللي شغالة العمالة اللي بتتبرع بنص أجرها علشان وربما كثير من الناس ببرع بأجره كامل علشان بس ده بيت ربنا سبحانه وتعالى ورين همتك أرجوك الأرقام على الشاشة الآن أرجوك بادر وساهم واحجز مقعدك في الجنة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونلقاكم يا رب على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسقين من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كمال وسلم سلام تمام على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاسي كل معلوم لك والحمد لله رب العالمين أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين تفرجنا مع بعض عن مسجد السلام ويا رب يكتمل على خير وربنا يا رب يحرر المسجد الأقصى من أيد هؤلاء الصينة المجرمين المقتصبين اللهم أمين وبمناسبة السلام دايما بنقول مسجد الأقصى وفلسطين ومصر دايما والأمة العربية ودين الإسلام بيدعو للسلام دائما واللغة بتاعتنا دايما هي السلام حتى بمجرد ما بتعد على حد سواء تعرفه أو ما بتعرفهش بتقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب أهلنا هناك في قرية السلام مركز دي كيرنس في محافظة الدالية يكون لهم نصيب من الانتهاء من مسجد السلام يعني بنقول عدينا مرحلة نقول معقولة جدا أو نقول خمسين خمسين فمنتظرين أهل الخير أنهم يكملوا المشروع العظيم مؤسسة مؤسسة فيها دار لتحفيز القرآن الكريم بنقول فيها مجمع طبي أو خير لأهلنا هناك في قرية السلام وفي النهاية مسجد لأهلنا هناك بتقام فيه الشعائر والعبادات بإذن الله أنا متفاعل أن المسجد سوف يتم الانتهاء منه قريبا اسمحوا لي ورحب بضيف الغالي والجليل مرة أخرى الشيخ وليد العويسي من علماء الأزهر الشريف أكرمك الله دكتور عز وجل لا أكرمك تفضل لو أن كل إنسان يعرف إيه مت بيته من بيوت الله تبارك وتعالى والله لبنينا في كل مت متر مسجد تمام أولا هو بيته لله تبارك وتعالى الإنسان الراح يتوضى ولا يقصد إلا بيت الله للصلاة فهو زائر لبيت الله وحق على المزور أن يكرم زائره ربك سبحانه وتعالى هو المزور والعبد هو الزائر طب ما هي إكرام الله تبارك وتعالى لهذا الزائر إن ربك سبحانه وتعالى يخصص لك ملك طول ما أنت قاعد في المسجد يقول إيه اللهم اغفر الله اللهم ارحمه اللهم اغفر الله اللهم ارحمه اللهم اغفر الله اللهم ارحمه طالما قاعد في المسجد ولم يحدث يعني ما عملش إيه حدث أصغر أو حدث أصغر سبحانه الله مولانا بمأننا بنتكلم عن الإنفعالات وإن الإنسان يبقى منتنرفز لما تلاقي مشكلة تلاقيك بتفضها وتقول لي فلان إيه بقولك إيه استهدى بالله كده وروح صلاك ركعتين في المسجد تمام ده رقم واحد بيتقال أحيانا لما يكون خلاص الأذان بيأذن ولا حاجة فتقول له روح صلاك ركعتين ويتلاقيه بمجرد مراح ورجع تلاقي الأمور هدت الحمد لله السر فين يا سلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مر صلى الله عليه وسلم على رجلاني يسب أحدهم الآخر وحمرت أوداجهما فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالوها لذهب عنهم ما هم في قالوا إيه يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بس تقولها بإيه بقلبك قبل لسانك بإحساس بخشوع وكأن ربنا سبحانه وتعالى يا رب زل عني هذا الغضب من الشيطان الرجيب والله لو قالوها لذهب عنهم ما قد ألم بهم من غضب بس السر هنا إيه ما تقولهش بالسانك قلها بقلبك وأنت موكرم بهذا الأمر موكر أن ربنا سبحانه وتعالى هيبعدك عن هذا الشيطان طب لو رجعنا للأحداث التي تحصل أيه هالردد فعل إسرائيل اللي هي بتعملها دلوقتي مساوية ليه ما قد فعلته حماس لا طبعا إيه الخراب والضمار والتشريد والتهجير والقتل وغير ذلك هل ده الغضب وأنتم يا أهل الغرب تقوله الإنفعالات لابد أن تكون متساوية الإنفعالات مش عارف إيه وإحنا عندنا حقوق الإنسان وإحنا نحافظ على حقوق الإنسان ده كل كلام في الهواء وسبحان الله الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه قال لك أريد في الجريدة مرة إن قطة وقعت من فوق عمار الدنيا نقلبت وجبسوا القطة وودوها مستشفى خاصة وعمل 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 هم نفس الناس ده همت اللي رموا على هرشيما ونجازيك الكنبلة الزرية تؤمنون ببعض الكتابي وتكفرونا ببعض هل الإنفعال يوصل لمثل هذه الدرجة أم إنه مش شايف حد قدامه المصالح الشخصية يعني هنطبق الكلام ده على المستوى الشخصي مع بعض الأشخاص بتلاقي لما يكون له مصلحة شخصية بيحلل ويحرم وعلى هوا وعلى كيفه على كيفه صحيح يعني التبديل اللي هنا آه هو إنسان والكلام ده وتلاقي إنسان لكن في المواقف أخرى ما لاش علاقة بحوة الإنسان عايشين على المبدأ البراجماتي اللي هي المنفع كل شي طالما لي مصلحة مع الدكتور محمد أي شيء يزور حبيبي بقى والكلام ده ظالم الظالم وك الحق ما ليش دعوة أهم حاجة للمنفع اللي ما بينه وبينه ما فيش مبادئ الله يكرمك ما فيش مبادئ ولذلك ما جعله الله تبارك وتعالى على المسلمين دلوقتي من أنفسهم لأن حتى مساجد ربنا سبحانه وتعالى اتهدمت قدامنا مسجد ربنا اللي الأدان بتاعه بيرجرج الدنيا كلها حي على الصلاة حي على الفلاح المسجد اتهدم ده للأسف شفنا مشهد يعني رفع العلم الاسرائيلي فوق مأذنة الله يكرمك طيب كمة الإهالة هل بوضح للقدام اللي أنا متحكم فيه ولا طب ما تخشوا بقى في الإسلام وخلاص الله يكرمك اللي يخلينا أرفع عالم بالشكل ده والكلام ده وعالم أذنة ومسجد خلاص أخش في الإسلام يعني الإسلام دائما بخير يا مولانا شوف كم دعية كتر أيها أكتر من خمسين ولا ستين إمام وخطف الأقصى توف المسجد من هدم علمهم بيصلوا شوف كم طفل أفضل من ثلاث تلاف طفل كام امرأة وكام أسر النهاردة وكام حجوز وكام وكام ربك كريم يا مولانا وربنا يحفظه يا رب ويحفظ مصر وجيش مصر العظيم ويحفظ الأمة العربية يا رب الله دايما بقول كثفه بالدعاء وانتو بتصلوا ركزوا في الدعاء أحيانا بتقول طب أنا هعمل إيه ادعي بس ادعي ونصر ربنا إن شاء الله قريب ويحفظ أمتنا العربية ده مسجد السلام من اسمه كده الواحد نفسيا بيشعر بالراحة النفسية والله لأن بالفعل هو مسجد مية المولى طباركة وتعالى والله سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام وإليه السلام والمفروض التعامل ما بين الناس يبقى ما بدهه إيه السلام نحن أمة يا سلام ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أنا عمر ما كنت معتدى على حد ولا عمري كنت سبب في إزاء حد أنت رد فعل رد فعل فلذلك الله سبحانه وتعالى هو السلام دائما نحن أمة ترفع شعر إيه السلام لابد السلام يكون مكتوب على كل مؤسسة عمدنا مدرسة مدرسة السلام المسجد مسجد السلام حتى السوبر ماركت لازم يكون سوبر ماركت السلام مدينة السلام عندنا مدينة السلام عندنا فالسلام هو كل شيء فاللي احنا عايزين من الناس ان احنا عايزين هذا المسجد يكتمل يكتمل على أكمل وجه لأن ربك سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء البشر الملائكة الملائكة لا تأكل ما تشربش ما بتنامش يعبدون الله تبارك وتعالى في كل الأوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما ابن آدم فعنده شهوة أما ابن آدم فعنده غضب أما ابن آدم فعنده نفس فاحنا بنطلب من ابن آدم صدقة والصدقة ليست كثرة على الله تبارك وتعالى فالله هو الذي أعطاك المال والله الذي وفقك في هذا الأمر والله سبحانه وتعالى هو الذي يضاعف لك هذه الأموال من ذا الذي يكرد الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبد ويبسط وإليه ترجعون الصدقة دا اللي يعرف قيمتها دا سيدنا النبي قول إيه يا عائشة تصدقي ولو بشك طمرة قالت يا رسول الله يا شك الطمرة هتعمل إيه قال الشك الطمرة دا هي ممكن تخلي الجعان يشبع وممكن تخلي الشبعان يزداد وشبعا اوعى تستهيني بنص الطمرة دا نصف الطمرة دا هي ممكن يدخلك الجنة ما هو ربك سبحانه وتعالى هيحشر الخلق كلهم على صعيد واحد فربك ينادي يا ملائكة أوقفوا هؤلاء العباد صفوف أوقفوهم على أطراف أنامي لأقدامها ليه يا رب للحساب كل واحد يتحاسب على اللي عمله حتى من هول الموقف الناس تتمنى أن تدخل النار من هول هذا الموقف يا الله فاعمل لهذا اليوم اعمل أن ربنا سبحانه وتعالى هيوقفك قدامه ستقفون أمام الله عرايا كما ولدتكم أمهاتكم ستينها عايشة تقول يا رسول الله أما ينظر أحدنا إلى صاحبته قال إنهم مجغلون في هذا اليوم لكل منهم يومئذ شأن يا سلام صحيح يجب بقى ربك سبحانه وتعالى يختار الصفوة يختار ناس يظلهم تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن تبارك الله من دول بقى دكتور المتصدق ورجل تصدق بصدقات أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين طب التاني ورجل قلبه معلق بالمساجد كل حياته المسجد كل دنيته المسجد ما ينامش إلا ما يصلي ما ينفعش يعيش حياته إلا ما يصلي جماعة في المسجد المسجد يا مولانا أصبح وسط لي في اليوم ده يا لما تبقى رايح المرور مثلا ومعك حد زابط ولا حاجة تعرفه وقولك أهلا بيك وإعلاقتك بيه حلوة تبقى داخل كده فارد صدرك ومفصوص نكتعرف فلانا أو أي مؤسسة يعني نكتعرف فلانا والكلام ده يوم القيامة بقى ما فيش لوزير ولا غفير ولا الكلام ده وسطتك عملك المسجد ده بقى هو وسطتك من كلام حركة صحيح صحيح ده هي البصبور اللي هتدخلك به الجنة سبحان الله هي دي ورقة العبور اللي هتقابل بها ربنا سبحانه وتعالى ما في ناس كده تتصدق وفي ناس كده تعمل كل شيء لكن الصلاة إلا الصلاة الصلاة وهي اللقاء بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد عايز تشتكل حد ما تشتكش العبد زي وزيك اشتكل اللي خلقك هو اللي بقيده تغيير كل حياتك من الحزن إلى السعادة من المرض إلى الشفاء من الفقر إلى الغنى من الجهل إلى العلم من كره الناس إلى محبة الله تبارك وتعالى كل ده بيكون في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أذن الله أن يرفع فيها اسمه ما شاء الله فالمسجد هو وعا تستهين به وهو وعا تقوله نحن اللي بنعمله ده كلاته لا يغني من الله شيء أبدا والله ده ربك سبحانه وتعالى يعطيك نفس أجر المتصدق تمام من غير أن ينكس من أجركم شيء فبادر وساهم ولا تسوف الأمر واعلم أنه أعظم شيء عند ربنا سبحانه وتعالى ألا وهو الصدق طبعا يعني حرك بتتكلم أنت هتاخد حاجة من الكلام ده وانت مروح بيتك تمام حضرتك منين؟ المحل تمام المسجد موجود في الكيرنس صحيح والمسجد الأولان اللي كان معنا موجود في في واحد فيهم في الشرقية واحد في يعني عندنا أربع خمس مساجد في الشرقية وثلاثة أربع مساجد في الدهلية تمام وحرك من المحل مزبوط اللي أنا عايز أقوله أن سبحان الله يعني أحيانا لما الإنسان بتكلم هو والله المنفع اللي هتعود رقم واحد أولا لحضرتك أنت ولحضرتك هي حاجة اللي بتفرج علينا أو الأستاذة اللي بتفرج علينا زي ما قال كده الشيخ وليد أنت معاك وصطة في يوم من الأيام وصطة في أصعب يوم وفي أصعب لحظة مش هنقول كشف الهيئة في كلية الشرطة لا 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 ده أنت كشف الهيئة مع المولى تبارك وتعالى تعدي ولا ما تعديش مشهد صعب جدا لا أب بينفع ولا أم ولا ابن ولا أخت كل واحد مع نفسه كل واحد هو وشغله هو ومجهوده اللحظة دي صعبة جدا جدا ربنا يا رب يعدينا منها على خير كلنا بلا استثناء فاللي أنت أولا بتعمله لنفسك الحاجة التانية لأهلين هناك شوف كم من ناس اللي ممكن يصلوا نهاردة في مسجد مساحة حولي أكتر من 700 متر زي مسجد السلام النهاردة تخيل لما المسجد يكتمل على خير ليه نصيف في كل اللي بيحصل أعتقد يعني عرض أكتر من رائع والله فكرة كمان أنه هو المسجد ينتعى على خير ونقول فلان الفلاني أو فلان الفلاني اللي اتبرع فيه ييجي في يوم اليوم يشوف كده ايه ثمرة الحصاد والناس بيصلوا يقول لك يا الله أنا في يوم اليوم اتبرعت في المسجد ده الناس بتصلي أنا هموت وسبك من الدنيا هيكون مكتوب اسمه في سجلات عند ربنا سبحانه وتعالى يا الله بتسجل كمان ومش أي سجل كمان ده سجل من نور إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجنة تخيل عملك في الدنيا الفانية ده هي التي لا قيمة لها أهلك إنك تخش جنة ربنا سبحانه وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا فيها الجنان وفيها الأنهار وفيها الحر العيد وفيها الولدان المخلدون فيها حاجات عمرك بو تتخيل تخيل لما يجي التليفون كده مولانا من أي وزارة من الوزارات اللي موجودة يقول لك والله تم اختيارك وكتبنا اسمك ومعنا في المجموعة كذا كذا مثلا كمة السعادة أو الرئاسة تصلوا بيك مثلا وقالوا لك والله ده أنت من الناس اللي فازوا معنا ولهم نصيب في كذا مثلا فتخيل لما اسمك يتكتب عن رب البشر بقى كلهم أولله أغنى الأغنياء الذي بيده ملكوته كل شيء وإليه ترجعوه اللي بقده كل شيء وبقده تغيير كل شيء سيدنا الشخ عيد قال إيه أيها يرجون تجارة لن تبور صحيح وعمر التجارة مع ربنا ما تخب أبدا ولا تخسر ولذلك دايما الشيخ عيد بينهي التألير بإيه بادر وسارع وحجز مقعدك في الجنة أنا بشكرك شكرا جزيلا أكرمك الله سيدنا الشيخ مالفاضل والجليل الشيخ وليد العويسي من علماء العظر الشريف شكرا جزيلا كان معنا النهاردة تقريرين مسجد الرحمن اللي موجود في قارة الحنجيري مركز دي كيرنس ومحافظة الدالية ومسجد السلام اللي موجود في قارة السلام أيضا في مركز دي كيرنس ومحافظة الدالية نتمنى يا رب في القريب العاجل يتم الانتهاء منهم على خير أشكركم شكرا جزيلا ويا ربنا يحفظ مصر وجيش مصر العظيم ويحفظ أهلنا في فلسطين دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة